استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من الإمارات لصالح الفلسطينيين بقطع غزة وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها 60 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية وأضف المصدر أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم يبلغ 753 طائرة منها 613 طائرة مساعدات و140 طائرة وقودة اشتركوا في القناة